يستعد الناخب الجزائري جمال بالماضي لضبط قائمة اللاعبين في المنتخب الجزائري المعنيين بتربص شهر أكتوبر المقبل ويخوض المنتخب الجزائري مبارتين وديتين أمام كل من الرأس الأخضر يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل بمدينة قسانطينا قبل الصفر إلى الإمارات لمواجهة منتخب مصر في قمة عربية مثيرة في السادس عشر من الشهر ذاته وكشف موقع العربي الجديد بأن الناخب الجزائري يفكر جديا في تدعيم خط هجوم المنتخب الجزائري في المعسكر التحضير المقبل وذكر المصدر ذاته بأن المسؤول الأول عن العارضة الفنية للمنتخب الجزائري يراقب عن كثب تألق المهاجم الشاب منصف بقرار مع فريق نيويورك سيتي في الدور الأمريكي لكرة القدم وأشار موقع العربي الجديد إلى أن اللاعب السابق لوفاق ستيف سيكون بنسبة كبيرة جديد الخضر خلال الظهور المقبل وبات مهاجم أسطر الكرواتي سابقا أمام فرصة ذهبية من أجل إثبات مكانته في تشكلة المنتخب الجزائري في حال توجيه الدعوة له خصوصا مع تراجع مستوى بغداد بنجاح وغيابه الوارد عن تربص أكتوبر المقبل وسيشكل استدعاء المهاجم منصف بقرار تهديدا صريحا لمهاجم اتحاد الجزائر سابقا أمين محيوز الذي ينشط في الدور السويسري رفقة نادي إيفيردون واستطاع منصف بقرار البالغ من العمر 22 عاما أن يفرض نفسه رفقة ناديه نيويورك سيتي في أول تجربة احترافية له بالدور الأمريكي حيث سجل أربعة أهداف كاملة كما افتك مكانة أساسية له مع الفريق الأمريكي ومن المتوقع أن تتوافد بعض الأسماء لأول مرة على تشكلة المنتخب الجزائري خلال تربص شهر أكتوبر المقبل يتجل ذلك في صورة المهاجم أمين غويري الذي طال انتظاره بالإضافة إلى مدافعي تشيفلد يونيتد ياسير العروسي ترجمة نانسي قنقر